بغرض الحفاظ على اللباس التقليدية المستغانمية الذي يعود تاريخه إلى عدة قرون مضت قرر المصمم عبدالقادر أبو مزيزة من بلدية منزغران بولاية مستغانم العودة من فرنسا إلى أرض الوطن للترويج لهذا التراث المحلي الذي ورثه من أجداده والتعريف به باعتبار أنه يعبر عن أصالة المنطقة هذا اللباس مستغانوي القديم كثير عائلات المستغانمية تأمل الاحتفاظ بهذا التراث المحلي الذي يتميز بالتنوع والجمال باعتباره أنه جزءا أصيلا من اللباس الجسائرية ونشكر دادي بومزيزا على الاستدافة وعلى أحياء التقاليد التعنا ويبقى الحفاظ على هذا الموروث هو أكبر مكسب للعائلات المستغنية خاصة وأنه يرمز إلى أصالة المنطقة والجزائر